موسيقى اهلا بكم احنا رايحين على فين الفيديو بتاع المرة دي بتاع المهاردة الفيديو انا عايز اقوله من قلبي احنا رايحين على فين لان الموضوع خطير جدا 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 وفيه تحذيرات يعني التحذيرات بمعنى تحذيرات والتحذيرات مش ليه وليه تحذيرات للبشرية كلها احنا رايحين على فين من شوية مارك فيسبوك كان يتكلم على الميتا بيرس وان احنا هنعيش في الخيال مش هنعيش في الواقع هنعيش اللي عايز يروح امريكا هيقعد حسب الجهاز بقى اللي هيعمله وهتروح تتمشى في امريكا عايز تروح باريس وقو بغي وتروح تقعد في باريس وانت لمجرد معاك اي لا فخلاص مش هتخرج ولا هتروح وتروح تقابل حبيبتك وتقابل صاحبك وتقابل اللي انت عايز تقابله فاحنا رايحين على فين الموضوع بتاع النهاردة هنتكلم ان وداعا للموبايلات وداعا لأبل وداعا لسامسونج ومع واحد مجنون او عبقري او بيسموه المجنون العبقري او العبقري المجنون وهو مين ايلون ماس احنا مع جهاز المفروض انه هو يتسمى موبايل موبايل ايلون ماس او موبايل تيسلا او الموبايل اللي اسمه بالزبط هينزل مكتوب عليه كده موديل باي تيسلا موديل باي طيب ايه هو ده قبل ما نتكلم عن ده عايز افكرك تنساش تعمل لايك تشاري الفيديو وتشترك في قناة سري للغاية فادي فكري على اليوتيوب يلا بينا نخش في الموضوع مين ايلون ماس ايلون ماس ده واحد اتولد سنة وهو يعد دلوقتي من اغنى اغنياء وهو صاحب اعظم شركة سيارات طبعا سيارات تيسلا اللي هي سيارات الكهرباء اللي فيها قيادة ذاتية اللي انت بيتكلم للعربية والعربية بتكلمت وكمان صاحب شركة ستارلينج اللي هي الامر الصناعي اللي بيدي انترنت للكون وصاحب شركة نيورلينج اللي هي شركة الزكاء الصناعي اللي ابتدت تعرف ايه اللي في دماغك وابتدت تقرأ افكارك عن طريق الموجات القهرومغناطسية والراجل ده لسه طالع من قريب جدا محظر البشرية والعالم من ايه بقى من ان جبروت الزكاء الصناعي هيقدر يتحدى الكوى البشرية ويتحدى الانسان وهيعمل لغبطة في الحياة بالكامل وده اعتبارا من سنة الفين خمسة وعشرين يعني احنا بنتكلم على ثلاث سنين جاية ولا حاجة والراجل ده لما بيتكلم بيقول كلامه صح يعني هو بيبقى عارف حاجات صح طب ايه الراجل ده كان نشأته ايه ايلون ماسك كان دايما وهو في طفولته كان ابوه مهندس امه كانت خبيرة تغزية وكانت حصلت على ملكة على لقب ملكة جمال وكان دايما يقوله انه من هو طفل كان عبقري في القراءة لدرجة جه في مرحلة ابتدائي بقى مش لاقي كتب موجودة في المكتبة بتاعة الحي عشان يقراها لانه خلص كل الكتب وكان ممكن في ايام الاجازات يقرى لمدة 16 ساعة فتخيله طفل في السن ده يخلص كل الكتب اللي موجودة في مكتبة الحي وكانت حاجة شهيرة انه رحوا اشتكوا ان الكتب خلصت مفيش كتب تاني الطفل ده كان عنده حالة غريبة دايما يشوفوها في ايلون ماسك انه ممكن يقعد بال4-5 ساعات مبحلق في الفضاء وما حدش عارف هو فين وكنه في حالة اغماء او يكلموه ما بيردش وكده طلع انه هو بيرسم فكرة في دماغه ومشروع فخلاص مخه بيسرح فبينسى هو قاعد فين لدرجة انه بيعمل الخطط والخرايط بتاعة المشروع دوت ودراسة الجدوى بتاعتها ده منه هو طفل فهو عبقري مجنون جي بعد كده طلع لنا بقصة العربية التسلا والعربيات الكهرباء وطبعا انجاز ملهوش انجاز جي بعد كده فاخطر تصريح لي واخطر حاجة بيعملها الايام دي في نهاية سنة 2022 2021 الايام دي وده فيديو برضو هنزله لانه من اخطر الحاجات اللي هتأثر في البشرية واللي هي شريحة ايلون مصر الشريحة دي قدر وعمل خلاص يعني الشريحة تصنعت وموجودة وفيديوهاتها موجودة وتجاربها موجودة الشريحة دي هو ايل انا هعالج بيها البشرية الناس اللي عندهم شالل رباعي الناس اللي ما بعرفوش يتكلموا الناس كده بحيث ان الشريحة دي محتاجة خرم في الدماغ بيبقى نص سنتي في نص سنتي و بتخش فيه الشريحة لمجرد انه يفكر عايز يمدي ايده ويمسك فالجهاز ده خلاص ارى الفكرة اللي في الماء فهيمدي ايده عايز ينطق وما عندوش نط ولمجرد انه فكر عايز يقول اهلا عايز يقول ازايك عايز يقول عايز اشرب على طول في جهاز هيقرى الفكرة وينطق مكانه ويتكلم مكانه بنفس الجواه لدرجة عمل واخر تجربة الكلام ده من 4-5 سيام من قريب جدا جابوا ارد وزرعوا فيه الشريحة دي وكمان قدروا يوجهوها عطوا للارد فكري بشري انه يقدر يلعب تنس على الانتر على ال تيفي بوكس او حاجة او على اتاري او حاجة زي كده المهم قدر الارد يلعب تنس وموقعش كورة واحدة موقعش كورة واللي احنا يجبار بنيجي نلعب اللعبة دي ممكن تقع منك كورة فمن اخطر الاختراعات اللي حصل عشان كده هو بيحذر العالم لانه هو عارف ايه اللي هيحصل في العالم بعد كده من الزكاء الصناعي والزكاء الصناعي ده من الحاجات اللي فعلا هيعني ربنا عطالك فيك بس انت بتديت تلعب في منطقة خطر فراح عمل الشريحة والشريحة تبدأ تتطبق على تجارب بشرية كتير لغاية ما تبقى حاجة مؤكدة وموجودة في العالم اي واحد ممكن يروح يقول عايش شريحة ده واحد بقى غاب والخوف بقى استغلالها في النطاق العسكري والنطاق التجسوسي يعني او تيسلا موديل الموبايل ده اي مشكلة عندك في موبايل عبارة عن ايه عبارة عن شكل الموبايل عايز غيره عبارة عن الصوفتوير عبارة عن الشحن بطاق الموبايل وده مشكلة الناس كلها عبارة عن المساحة بتاعة الموبايل والانترنت اللي هو الباكة خلصata او ما فيش شبكة او يجب لك كل حاجه في الحياه انت عايزها في جهاز واحد ازاي الكلام ده اي وجه كلام ده حصل الموبايل بتاع موديل باي او تيسلا موديل باي بيعمل ايه اولا الموبايل ده بيغير لونه يعني انت ماسك جهاز كله ازاز في ازاز وفيه حاجات كده فاطلة لونه ازرق مش عجبك هيبقى بلاك اسويت خلاص انت خليته بلاك عايزه احمر عايزه منقرش عايزه فحلقي فتخيل لما انا خلاص وانا يعني عايزه فيه حاجة بتلمع عايزه فيه حاجة دهبية على حاجة اللي انت عايزه في الموبايل هيغير لونه طب ايه كمان انا الشحن بتاعي الموبايل ما انا بتكلم كتير وباشتغل كتير وبعمل كتير وكده فالشحن كل شوية ادور بقى والمكان اللي ما فيه الشاحن تبقى مشكلة يا الا اشيل بقى باوربانك قد كده او يعني بقترية عربية شايلها على صدري عشان الموبايل يتشحن ما بقاش الكلام ده الموبايل طبعا هو صاحب اكبر شركة للسولار باور اللي هي الطاقة الشمسية خلى الموبايل طول ما انت ماسكه من اي ضوء ماه اي ضوء مش ضوء شمس لمبة معدية هيشحن في ثواني ايه طول ما هون تماسكه وبتتكلم فيه الموبايل بيشحن فانت مش هتحتاج شحن نهائي علشان كده عمل اول موبايل في الدنيا ملهوش شاحن تخيل يعني لو ضوء تلفزيون من بعيد جاي عليك هيشحن فادي كل عبارة جسم الموبايل بشاشته بكل حتة فيه عبارة عن خلايا سولار او خلايا طاقة شمسية ومش طاقة شمسية بقى اللي احنا اللي عارفين اللي تقعد جنبها عشرة ساعات لبيقولك لمجرد يعدي على اي حاجة هو بيشحن ده اول تاني حاجة تالت حاجة انا عايز انترنت والباقى بتخلص ومشكلة الباقى او الواي فاي مش واصلي او المنطقة دي مش متغطية او يا ده النت بطيء هو عنده شركة ستار لينك بتاعت الاقمار الصناعية اللي بتمد العالم والكون عقل بالانترنت عن طريق الاقمار الصناعية الموبايل ده ما فيوش واي فاي مش هيكون نكت واي فاي في اي حتة ملهوش دعوة بشرحة الموبايل اللي انت حدطه جواه الموبايل ده اوتوماتيك موجود مع الاقمار الصناعية اتصال دايم وهتبقى اقل سرعة ليه 200 ميجا بايت في الثانية لو لما انت في البيت بتبقى عندك السرعة 30 ميجا بايت على الواي فاي ودخل عليها 50 جهاز والعيلة والجيران والناس اللي في الشارع على 30 ميجا بايت بتقولي انا عندي 30 انا عندي 50 تخيق لما انت هيبقى عندك 200 ميجا بايت بداية السرعة 200 ميجا بايت بير ساكند ويه متصل بالاقمار الصناعية يعني لو انت في الصحرة لو انت في الجبل لو انت في اي حتة في العالم مفيش حاجة اسمها انا ما عنديش باكت انترنت او سفرت دولة فبطر بقى بعمل تجوال والانترنت غالي وبشوف مش عارف ايه مفيش كلام ده تماشي بالموبايل خلاص كونكتد عارف يعني ايه كونكتد فوريفر كونكتد يعني اغنية ممكن تتعمل فوريفر كونكتد المهم دي حاجة من الحاجات لحلت مشاكل تب ايه تاني المساحة بقى يعني احنا عندنا مشكلة في المساحة ده عاملين موبايل بقى ايه 128 ميجا بايت 128 جيجا بايت سوري يعني احنا كان بقى ده بالنسبة لنا 128 جيجا بايت ودلوقت لما هادتكسروا الدنيا وبقت ميتين تمانية وعشرين الموبايل ده اتنين تيرا بايت النسخة الاولى بتاعته اتنين تيرا بايت يعني اتنين مليون ميجا يعني جهاز حضرتك اللي في البيت الكمبيوتر اللي قدي كده لما انت روحت اشتريت هارد ديسك وان تيرا طبعا عملت فرح والبلد كلها عرفت وكلمت زماء انا جبت هارد ديسك صح الكلام لما يبقى معاك موبايل اتنين تيرا بايت يعني اتنين مليون ميجا اتصور بقى فيديوهات يعني انت هتسيب 24 ساعة بيصور وتقول هل من مزيد هتصور فيديوهات هتصور صور هتحط عليه افلام فوركي هتعمل كل حاجة في حياتك وده اتنين تيرا وطبعا اتنين تيرا دي ده البيبي بتاع الموبايل لسه بقى ما نعرفش ايه اللي جاي عليه ايه كمان عليه ايه كمان عشان ده الجنان طبعا قلنا انه ايلون مصد صاحب شركة نيور لينك نيور لينك هي الشركة اكبر شركة في الكون برضو خاصة بالذكاء الصناعي واللي بتقرأ افكار البشر واللي عمل منها الشريحة اللي بتقرأ الفكر وتقدر توجهك وتوجه كل حاجة والدنيا دي واللي خلى العربية التسلا تسمع الكلام وتسوق ذاتيا لوحديها والكلام ده ايه بقى اللي حطوا في الموبايل ان الموبايل في زكاء صناعي يقرأ فكر حضرتك فانت مودك مش حلو هتلاقي بتبتح تلاقي جايب لك اغاني تناسب مودك اخبار تناسب شخصيتك ملابس وهدوم تناسب زوءك انت مزيكة تناسبك كل حاجة حتى انت بتفكر تعمل ايه عارف فكرك انا هخش على الفيسبوك تيجي تمسك الموبايل تلاقيه فتحلك على الفيسبوك اه انا عايز اعمل ايميل تلاقيه فتحلك على الايميل يعني التكنولوجيا اللي جاية في الموبايل ده اشتر انا قابل ليه واشتر انا سامسونج ليه واشتر اي موبايل ليه طالما انا مش محتاج شحن مش محتاج انترنت مش محتاج اغير لون اه مش محتاج مساحة بيقرأ فكري كل ده فالموبايل اللي جاي كارسة على كل الدول كمان بيعمل حاجة غريبة للناس بقى اللي بتعدن عملات العملات على الانترنت او العملات الالكترونية هيعدن المارس كوين المارس كوين ده بتتعدن في المريخ هو هيعدن المارس كوين في المريخ طبع الاقمار الصناعية اللي هو متصل بيها طبعا دي مش كل الناس عرفاها ودي لها ناسها. بس الي بيعدنو دول الي بيعدنو عملات الالكترونية عندوم مشاكل كبيرة جدا في اجهزة التعدين وانو لازم يجيب كروت شاشة كبيرة And that it lives. فانت تخيل هيب Burger of life تتخلي الناس تسيب حياتها ويجيب الموبايل ده غير ان هالون ماسك مش من النوع الي بيعمل الاستثمارات ينزلك يقولك دي 100 믿 Ethan then لو حتى في اسعاره وتسعيره انا مستخطى العالم يغزو العالم يعني هيغزو العالم فانا اعتقد ان الموبايل ده اول ناس هتبدأ تشريه كمان العرب يعني مش هيبقى وهيبقى في متناول الجميع والموبايل ده لما هنزل هتحصل كوارث اقتصادية هتحصل كوارث في الاستثمارات وفي الاسهم وفي البرصات لان شركة زي شركة ابل ولا شركة زي شركة سامسونج بتأثر استثماراتها على العالم كله هتحصل كوارث في كل المحلات والمولات والدنيا اللي بتشغل على الموبايلات وعلى تحدثها وعلى الشركات الصينية اللي طلعة فهو ضرب الكمبيلة وابتدت تطلع تسريبات لشكل الموبايل والموبايل هيبقى باربع كاميرات وطبعا ما تعرفش ايه اللي عامله في الكاميرات هو قال محدش هيشتري بعد كده الكاميرات الاحترافية اللي هي تمانها مية الف جنيه ومتين الف جنيه محدش هيحتاج لها فالله اعلم ايه اللي هيحصل من العبقري المجنون ايلون ماسك صاحب الخمسين عام بس وما نعرفش لما يبقى عنده سمعين سنة ايه اللي هيحصل وما نعرفش ايه اللي هيحصل من شريحة ايلون ماسك استنوا الفيديو الجاي عن شريحة ايلون ماسك وعن ايه اللي بتعمله في البشرية وهوريكوا عليها فيديوهات وصور والتجارب اللي جربها فيها وربنا يسطرها علينا في السنين الجاية ودخلة 2022 وشكرا اوعى تنسوا لايك للفيديو تشاير الفيديو تخش على قناة سري للغاية فادي فكري وتشارك في القناة شكرا والسلام ختم